بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترنت حالة النهاردة بالتأكيد هتكون حلقة مليئة بالاخبار والانفراضات وكالعادة بنحاول نجيب لكم كل المستجدات والاخبار الحصرية سواء فيما يتعلق بملفات الاهلي الخارجية او حتى في استعدادات الاهلي لمباراة النادي زد اللي بإذن الله تقام يوم الخميس على ملعب المولين العرب الساعة 8 مساء نتمنى يا رب التوفيل النادي الاهلي والمكسب والثلاث نقاط في بداية المسابقة اللي اكيد ظروفها واجوائها وشكل المنافسة اكيد هيكون متغيي نتيجة تغيير نظام المسابقة واقامتها بنظام الدور الواحد ثم التأهل الى دور التحديد البطل النهاردة عندي كذا موضوع اكيد في البداية النهاردة الفريق رجع للتدريبات بعد الراحة السلبية اللي منحها مرس الكولر بالامس ويوضبك انت بتتكلم في 48 ساعة 3-4 دخول معسكر المباراة يوم الخميس هنناقش ونتابع ونشوف اخر المستجدات اخر اخبار الفريق كل المعلومات اللي بتأكيد الناس اكيد بتترحها وبتسألها شكل الفريق التغييرات اللي ممكن تكون موجودة على التشكيل هل في غيابات هل ممكن عناصر تدخل في التشكيلة الجديدة كل الحاجات دي بالتأكيد هنتابعها والناقشها النهاردة كمان الجهاز الفني طلب بخيرة مرس الكولر كان طلب من الجهاز الطبي يعني ده التقرير مفصل عن حالة اللاعبين المصابين في الفترة اللي جاي عشان يبدأ الراجل يشتغل على البدايل اللي عنده مين هيغيب اسبوعين ثلاثة مين راجع الاسبوع اللي جاي مباراة زدتة في التوقف الدولي ممكن هستفيد بمين بعد كده عشان فيه سلسلة من المباراة المهمة جدا بعد التوقف الدولي اللي هيكون في منتصف نوفمبر منتخدنا الوطني عنده تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس الأمم في المغرب مبارتين مع الرأس الأخضر وبيتسوانا فبالتالي فترة مهمة جدا يقدر كولر يستعد للمرحلة اللي بعدها هترجع من الأجندة الدولية عندك مطش استاد أبي جان في دوري أبطال إفريقيا ثلاثة أربع مباراة متتالية في الدوري الصفر إلى الدوحة واللعب في بطولة كأس فيفا انتر كونتيننتل عندك لقاء كأس التحدي ولقاء الختام مع الريل على ستاد لوسيل في حال التأهل بإذن الله فالأحداث كثيرة فبالتالي الجهاز الفني بيحاول يحضر لمسألة أبرز اللعبين في الفترة اللي جاي كمان النهاردة عندنا قرار مهم جدا من الاتحاد الإفريقي لكورة القدم خاص وحصري على شاشة قناة الأهلي في برنامج التريند انتظرونا وتابعونا على مدار الحلقة النهاردة عندي قرار مهم جدا وخطاب رسمي تم إرساله للاتحادات الوطنية في القرى الإفريقية ومنها الاتحاد المصري الناس تقول لي خطاب بإيه؟ عقوبة ولا إيه؟ قرار جديد بشأن إيه؟ تابعونا لأن النهاردة عندي كلام مهم جدا على قرارات اتخاذ الاتحاد الإفريقي بشأن الموسم الإفريقي اللي هينطلق في 26 نوفمبر الجاري مباريات دورة أبطال إفريقيا وأولى اللقاءات للأهلي أمام استاد أبيتجان ومشاركة إن شاء الله أنا تمناها جيدة للأندية المصرية أهل بيراميدز وزمالك ومصري في الكأس الكونفيدرالي طيب النهاردة كمان هنتكلم على ملف التحكيم أكيد بعد اللحظة الانبارح والحمد لله انبارح كان عندنا الصبق يعني والانفراض بتفاصيل جلسة الاستماع اللي اتعاملت في اتحاد القرى من خلال كابتن جمال صدق المستشار القانوني لجنة الحكام مع حكم المباراة والحكم الرابع وحكم المساعد الإيفار في انتظار الجلسة الأخرى اللي هتم في الساعات القادمة مع حكم الفار محمد سلام أميدو مكملين في الملف وأكيد القضية دي مصارى على الساحة بشكل جميل جدا النهاردة بنتكلم في محادثات ولا ما فيش حصل تسريب للصوت ولا ما حصلش مش هنسبها لأن دي قضية بتتعلق بالنزاهة والشفافية في بطولة لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فملف أكيد مش هنعديه لأن كمان كانت في تصريحات اتقالت على إيقاف الحكام النهاردة لقيت تصريحات ستوصورة أنا سمحها بنفسي ما فيش إيقاف فواضح إن الملف كده بدأ بحاجة ودلوقتي بينتهي بحاجة تانية فأكيد هنلقي الدوق على ملف التحكيم وهنتكلم في كل التفاصيل دي عشان نوضح تفاصيل مهمة قبل ما الجولة التانية تنطلق بإذن الله يوم الخميس إحنا هنا في الترند زي ما أنتم عارفين هدفنا واضح جداً كل فريق مهم جداً ياخد حقه سواء داخل الملعب أو خارج ملعب فبالتالي إحنا بنترح الموضوعات بكل موضوعية وأكيد أنتم عارفين برنامج الترند وسياستو دايماً في استراتيجية عرض الأخبار والموضوعات الحمد لله بيبقى عندنا تفاصيل كثيرة جداً وكواليس بنتيجتها بنعرف إحنا كان عندنا عناصر اتكلمنا فيها صح ولا اتكلمنا فيها غلط فالملف ده مش هنسيبه إلا لما نوصل للنتيجة والحقيقة اللي حصلت في هذا الموضوع النهاردة الفقرة الحوارية هينورني وانشرفني الكابتن مصطفى عفرط واحد من أبناء النادي الآلي واحد من أبناء قطاع الناشئين في النادي الآلي هنتكلم معها على ملفات كثيرة جداً موضوع التسنين قطاعات الناشئين وعنده تجربة أيضاً حالياً في أحد الأندية رئيسة لقطاع الناشئين هنتكلم كمان على مشوار الأهلي في الدور العام المشاكل التحكمية واحد من ولاد النادي الآلي واحد من اللعيبة الدولية اللي لابت في منتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي هنتناول معه موضوعات كثيرة جداً ولكن في سياق الفقرة الأخيرة من برنامج التريند والفقرة الحوارية اللي زي ما وعدتكم كل يوم معانا فكرة جديدة في الفقرة الحوارية عشان يكون فيه تنوع دايماً في الأفكار وفي الضيوف وفي الفقرات اللي انتو بتشوفوها في برنامج التريند لكن سريعاً عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة والسؤال متعلق بمباراة زد يوم الخميس في ظل ضغط مباراة الأهلي هل تتوقع تعديل في تشكيل الفريق في مباراة زد؟ الكل يدخل ويشارك ويجاوب معانا على السؤال من خلال صفحات قناة الأهلي عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك أو تويتر أو على انستجرام وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على التعديل اللي ممكن يطرق على التشكيل سؤال صعباً عارف كولر دايماً ما بيبقاش الناس عارفة تفكيره في التشكيل ازاي ولكن فرصة نتناقش النهاردة وهيكون معانا مصطفى عفرطو كمان نسمع منه رأيه في الجزئية دي وناخد تعليقاتكم في وجوده عشان نشوف الجمهور بيفقر ازاي فيه تشكيل الأهلي في مباراة تزد دلوقتي نبدأ بأهم العنوى البداية في ترند الأهلي الفريق يستانف تدريباته استعداداً لمباراة تزد في الترند المحلي وجوه جديدة تقتار من الانضمام لمعسكر المنتخب وفي الترند العالمي بارشلونة يقترب من التعاقد مع صلاح معقولة ممكن تتم الصفقة دي هنشوف الساعات الأخيرة كان فيه كلام كتير جداً بخصوص صلاح وتصريحات مع ليفربول ولكن هننتظر الموقف الرسمي في الفترة اللي جاية كلام كتير كانت قال على باريس سان جرمان البي اس جي ودلوقتي بارشلونة يعني هنشوف مع الملك صلاح اللي هيحصل الفترة اللي جاية مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا وجولة الإثارة والمطع النهاردة الثلاثاء عندنا مجموعة من المباراة ساعة تمانية اللي ربع فيه مباراتين اندهوفين الهولندي مع جيرونا الأسباني سولوفان السلوفاكي مع دينمو زغرب الكرواتي الساعة عشرة يعني سبع مباراة في توقيت واحد انتوا ومقدرتكم تختاروا المباراة اللي انتوا عايزينها سبورتينج لشبونا مع منشستر سيتي سلتيك الاسكوتلندي مع لايبزيج الألماني دورتموند الألماني مع جراتسي نمساوي ريال مادريد الإسباني أمام ميلا الإيطالي ليفربول الإنجليزي مع باير ليفركوزين الألماني ليل الفرنسي مع يوفينتوس الإيطالي وبيلونيا الإيطالي مع موناكو الفرنسي واضح يعني مش أقل من ثلاث أربع مباراة هيكون في حيرة في متابعتها لكن نتمنى مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد طبعا الشغل الشغل لكل السادة المشاهدين والمتابعين للقرى المصرية الحدث الأهم في الساعات الأخيرة ومنذ نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي محادثات الفر أنا مش هتكلم بس على موضوع المحادثات واللي احنا طرحنا بارح بخصوص جلسة الاستماع اللي تمت في اتحاد الكرة مع طاقم التحكيم سواء حكم المباراة الحكم الرابع والمساعد الإي فر وفي انتظار الاجتماع مع حكم الفر الكابتن محمد سلام ميدو اللي نهاردة عايز أقول لكم على مفاجأة على فكرة بالمناسبة يعني في سياق الحديث والكلام انتو هل تتخيلوا ان طاقم تحكيم هذا اللقاء وكلكم يمكن سمعتوا جزئية الكابتن محمد عادل ما كانش في معسكر الاعداد لشأن يخص لجمة الحكام نفسها وعدم التنصيق وعدم التحضير بشكل كويس للحكام اللي هيخش الدور العام دي نقطة النقطة التانية انتو هل تتخيلوا انه معسكر الاعداد اللي اتعمل محمد سلام ميدو راح في اليوم الأخير حضر أربع ساعات ومشي لا كان موجود في الفوج الاول ولا كان موجود في بداية الفوج التاني راح بعد بداية الفوج التاني بيوم راح حضر يوم التلاتس يعني قعد أربع ساعات وخلص المعسكر وروح ليه؟ لانه كان في مشكلة مع ابراهيم نور الدين ما تمشي استدعاء محمد سلام ميدو بحاجة انه عد السن واتحاد الكرة لسه ما خدش قرار في مسالة الحكام اللي عدوا السن يحكموا ولا ما يحكموش يبقوا فار ولا ما يبقوش فار فاتقل ابراهيم نور الدين وقتها تم انت محمد الحنفي حكم عد السن وموجود في المعسكر الاولاني في الفوج الاول فيه المشكلة اللي يكون نادر أمر الدولة ومحمد سلام ميدو والمجموعة دي ما تكونش موجودة لفيه حكام رصبت بدنيا وكانوا موجودين بحاجة انهما يكونوا حكام فار رغم ان المعسكر ما فيهوش اي ادوات فار رغم ان المعسكر ما فيهوش اصلا المعدات بتاعت الفار ولا حتى فيه مسؤول عن تقنية الفار في لجمة الحكام فحتى الحكم اللي تم إسناد لي إدارة تقنية الفار في اللقاء الأول ما كانش في معسكر الإعداد وكانت اللجنة بتفكر أصلاً ما تبدأش بالموسيب ما ربقول لكم الكواليس كل يوم هتبقى أكتر من الأول دي حاجة الحاجة التانية هو من بعد المباراة والأحداث اللي حصلت اتقال وقتها إيقاف محمد عادل وإيقاف محمد سلامة ميدو ده اتقال ونزل في كل المواقع دلوقتي افتحوا كده امسيكوا الموبايلات او افتحوا للتلفزيون وشوفوا كل اللقاءات اللي تقالت فيها عن طاقم التحكيم على طول إيقاف الحكم وإيقاف حكم تقنية الفار النهاردة أسمع تصريحات صوت وصورة لإبراهيم نور الدين على المنصق الفني للجنة الحكام بينفي فيها إيقاف الكابتن محمد عادل وإيقاف الكابتن محمد سلامة ميدو الله يعني القصة مش محادثات بس ده حتى الأخبار اللي بتتقال من اللجنة بتتنفي بعدها انت خدت قرار بالإيقاف يا كابتن إبراهيم أو كلجنة حكام ولا مخدتش قرار وقفت الناس دي ولا ما وقفتهاش المحادثة اللي تقالت دي صح ولا غلط ما إحنا يا جماعة معايير الشفافية والنزاهة الرياضية يا إما تتطبق صح يا إماها خلاص بقى سلام عليكم مش محتاجين نوجع دماغنا إبراهيم نور الدين في لقاء تلفزيوني صوت وصورة بينفي إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمانة كل بنك الأهلي رغم أن نفس التصرحات اللي كانت نازل على لسانه قبل كده بيقول فيها إيقاف محمد عادل ومحمد سلام أميده طب نصدق مين إبراهيم نور الدين بتعيوم الحد ولا إبراهيم نور الدين بتعيوم الاتنين طب الكابتن محمد فاروق ورئيس اللجنة هو فيه من اللي بيحصل ده عرفته ليه لما النادي الأهل بيطالب بوجود خبير أجنبي مش قصة حالة تحكمية قصة إدارة قصة تطوير مين اللي موجوده بيدير اللجنة اللجنة دي لازم اتخذ فيها قرار خلال الساعات اللي جاية لازم يجي خبير أجنبي خلال الساعات اللي جاية ويكون معاه مجموعة من المساعدين ليه خبير أجنبي على تقنية الفار إداري من الحكام الدوليين السابقين يشتغل إداري عشان يوصل للناس دي الصورة بشكل إيجابي بشكل كويس يعرفهم مين بيحكم مين موقوف مين عنده مشكلة مين رسب بدنيا الكلام ده لازم يتقال لازم يوصل لكن لجنة مستمرة بالشكل العبسي ده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي مبارح استعرضنا كل اللي تقال في جلسة الاستماع والحمد لله وأنا قلت هنا بتحدى أي حد يطلع ينفي ويقول اللي قلته في جلسة الاستماع يكون غلط بالعكس الكل مبارح في كل القناوات تلع أكد كل اللي قلناه كل اللي حصل في الجلسة الكل مبارح أكد عليه الكل بالمبارح أكد عليه طيب بعد ما اتقال ده فين بقى المحادسة يعني أنا مبارح طالبتي جهتين بعد جلسة الاستماع بنشر المحادسة الجهة الأولى اتحاد الكرة وأنا عارف إن اتحاد الكرة مش هينشر حاجة والجهة التانية أحد الزملاء الصحفيين اللي انفرد بالموضوع وقال أنا عندي ما يثبت إن المحادسة دي حصلت بالطريقة اللي شرحها ولو هم نفوا أنا هطلع بالمحادسة أنا برضو انتظرت منهم بارح ينشر المحادسة ما فيش حاجة تم نشرها ودي برضو بالنسبة لي من هو العامة استفهام لا الزمين نشر ولا اتحاد الكرة نشر ولا الاتحاد طلع بيان ولا اللجنة مبارح أعلانة بيان في بيان رسمي الموضوع المنتظرين فيه ايه تاني عموما احنا فتحين الملف ومش هنقفله لأن الملف ده أخطر ملف في بداية الموسم وانا قلت اللي تقال في جلس الاستماع مبارح لازي يكون فيه رد رسمي يا إما من الزميل الصحفي اللي قال الموضوع يا إما من اتحاد الكرة ولجنة الحكام ما هي اللجنة تدافع عن الطاقم اللي معها لأن الطاقم نفى وقال كل اللي تقال في المحادسة غلط أو كل اللي تقال إنه هو كتسريب غلط وبالمناسبة أنا مش عارب برضو هو تسريب يعني فيه أوديو كده من الكلام الصوتي في المحادسة تحت التقنية الفار ولا مكالمة هاتفية من أحد طاقم الحكام أو من أحد أعضاء اللجنة أنا برضو عايزين نفهم إحنا عايزين نوصل للحقيقة إحنا هنا في قرارات الأهلي عايزين نوصل للحقيقة عموما هنفضل مكملين في الملف ده وهبدأ في كل حلقة أين المحادسة أين القرار سواء للزميل أو للجنة أو للاتحاد هنفضل مكملين في الملف ده خلال الفترة اللي جاي بالمناسبة يمكن كمان من شوية اتحاد مش اتحاد الكورة ربطة الأندية خلاص الأسبوع الثاني على الأبواب بنتكلم في بكرة أو بعضه بكثير فربطة الأندية خلت عقوبات الأسبوع الأول هيكون معنا العقوبات اللي صدرت منذ قليل من ربطة الأندية ولكن وقدامكم على الشاشة أصدرت ربطة الأندية عقوبات الجولة الأولى تبقى للايحة المسابقة ولايحة المخالفات والعقوبات مطش الجيش والمصري إيقاف إسلام السعيد يعني لعب المصري مباراتين وغرامة خمس سلاف جنيه مطش الزمالك والبنك الأهلي إيقاف طريق مصطفى المدير الفن البنك الأهلي مباراة وتوجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية قيمتها خمستاشر ألف جنيه الإسماعيل والمحلة إيقاف عبد الرحيم مصطفى لاعب المحلة لمدة مباراة وتوقيع وقومة مالية خمس سلاف جنيه مع تطبيق المادة ربعة وخمسين ملاحة المسابقات الخاصة بحالات الإنذارات على جهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين أوكي بس أنا كنت أنتظر من ربطة الأندية النهار دوية بس الرابطة النهار ده كان لها دور أنها تبرز أن الحدث الأبرز في الجولة الأولى محادثات الفار الرابطة كانت النهار ده لازم يكون لها قرار في الجزئية دي وتطلب للاتحاد على أل نشر محادثة الفار ولكن ده ما حصلش حاجة سريعة بالنسبة للأهلي كلام كتير بيتقال في المواقع بخصوص أشرف داري لدرجة أننا سمعت أن البعض بيتكلم أن إصابة أشرف داري إصابة مزمنة تخيلوا أولا يا جماعة إصابة الكاحل طبيا يعني ما فيش حاجة اسمها في الكاحل إصابة مزمنة ده أولا يعني فكرة أن أنت تسمع دايما للعب مصاب في مكان معين يتقالك ده مزمنة ما تبقاش حافظ لازم تبقى فاهم ليه؟ المزمن دايما مش في الكاحل أو الإصابة المزمنة مش في الكاحل أشرف داري كل القصة بالنسبة له أنه اللاعب تحمل على نفسه من أجل المشاركة مع الفريق بعد إصابته مع المنتخب المغربي هناك حالات تستدعي وضع قدم اللاعب في الجبيرة لمدة تتروح ما بين أسبوعين إلى 21 يوم وفي معظم الحالات بيحتاج اللاعب للتأهيل والعلاج الموضعي إصابة أشرف داري كانت لا تحتاج للوضع في الجبيرة وبناء عليه خضع اللاعب للتأهيل ولكن لما تعجل العودة حس بالألام وحصل طوارم بسيط فبالتالي فيه تحفظ طبي دلوقتي وما أنه نحن دخلي على لجندة دولية فبالتالي الجهاز الطبي مع الجهاز الفني هيدي مساحة وقت لأشرف داري من أسبوعين لثلاثة عشان يبقى جاهز بإذن الله على المباراة اللي هتتلعب بعد الأجندة الدولية وهيكون جاهز بإذن الله ما فيش أي مشاكل ده موقف أشرف داري قصة الإصابة المزمنة اللي محفوظة وعليها عشرين سنة دي ما تتقررش لأن إصابة الكاحل ما فيهاش إصابات مزمنة على المستوى الطبي يعني كتقرير طبي أو تقرير علمي فدي القصة الكاملة بالنسبة لأشرف فداري لسه عندي تفاصيل أكتر ولسه عندي مفاجأة تخص الاتحاد الإفريقي على مستوى الأندية في المسابقات الإفريقية كل ده نسمعه ولكن بعد الفصل أكمل معكم بالتأكيد بعد الفصل أخبار النادي الآلة طمنتكم على موقف أشرف داري بكل التفاصيل المحيطة بموقف اللاعب وقصة الإصابة للحول البعض بيصطنح عشان يعمل مشكلة في لعب دولي مهم جدا منضم حديثا للنادي الآلة طيب عايزة أقول لكم كمان يقال إزاي بيستعد المباراة تزد أنت عندك غيابات أكيد موجودة في خط الدفاع عندك غياب ياسر إبراهيم وعندك كمان غياب محمد داهاني فبالتأكيد غيابات مؤسرة مع غياب أشرف داري كولر هيفقر إزاي في موضوع خط الدفاع وارد جدا يكون في مركز جديد لعمر كمال عبدالواحد في مباراة تزد إذا رأى الجهاز الفني تطبيق ده في المباراة المقبلة إزاي تدريبات الآلة شهدت تجربة عمر كمان عبدالواحد في مركز قلب الدفاع من أجل سد العجز اللي موجود في المركز نتيجة الإصابات اللي بيعاني منها الآلة غياب أشرف داري غياب ياسر إبراهيم غياب محمد هاني طبعا ممكن يكون فيه كلام مؤكد إن في مباراة زد يكون في قلبي الدفاع رمي ربيعة وخالد عبدالفتاح فالناس تقول لي تمام موجود أقرم كظاهير أيمن لا ما أنت ممكن تلاقي أقرم في نص الملعب ما أنت برضو عندك غياب في نص الملعب لسه الغيادة دلوقتي أنت مش متأكد هيلحق ماتش زد ولا لأ ألا وهو عمر السلية يمكن تعرض لكادمة في مباراة سيراميكا غياب عن تدريب أول أمس بالأمس كان راحا النهاردة عن التطمن على موقف السلية وبالتالي وارد جدا تلاقي مركز جديد لو عمر كمال في مباراة زد إذا رأى الجهاز الفني الدفع به تبقى للرؤية اللي هو شايفها وتبقى للشغل اللي بيشتغل عليه في التدريبات في النهاردة والتدريب اللي اتعامل أول إمبارا طبعا على دكة البودلاء ما عندكش غير يوسف أيمن بس نتيجة النقص الحد اللي موجود فيه صفوف الفريق وبالتالي في تجربة هل أقرم يخش نص ملعب ما يبقاش باكرايت هل عمر ممكن هو اللي يكون مساك أو باكرايت كل دي حاجات أكيد هنشوفها في الثمانية واربعين ساعة اللي جاي عشان تقدر تشتغل على مباراة زد كمان عايز أقول لكم في ظل انشغال الأهل مباراة الدوري النادي الأهل أكيد بيستعد لاستكمال منافسات كأس فيفا انتر كونتينيلتل في قطر عايز أأكد لكم أن في اجتماعات تحضيرية هتم أوائل الشهر المقبل في النادي الأهل هيبعد قيمة مبدئية لمباراة 14 ديسمبر شوفوا انت مشغول بالدوري والتوقف الدولي اللي جاي ومباراة إفريقيا انت بتستعد في نقطة تانية ويا مباراة فيفا انتر كونتينيلتل فانت هتبعد قيمة مبدئية لمباراة 14 ديسمبر كمان عشر أيام القيمة دي حط فيها زي ما انت عايز عشان في الآخر تختصرها ليوم 9 ديسمبر دي آخر موعد عشان القيمة دي تلعب معاك ماتش يوم 14 في الدوحة وبإذن الله القيمة دي تكون فيها تم الجاهزية للفوز والمكسب والانتصار لمواجهة الريال على استادلو سيل يوم 18 ديسمبر في الدوحة حاجة متعلقة بواحد من النجوم اللي السنة دي ظهروا بشكل كويس جدا طاهر محمد طاهر من أهم اللعيبة تخبنا الوطن تعالوا بقى للخبر الجاي ده عشان هاختم بيه الفقرة دي ودي فقرة ترند ترند احنا عندنا التوب نيوز قلنا في البداية موضوع الواقعة التحكيم والمحادثات وتكلمنا على موضوع أشرف داري وآخر قرار لربطة الأندية فقرة ترند الترند فيها بعض الموضوعات اللي بنحب نقول لكم على الأخبار الجديدة بنحاول نبرس بعض التفاصيل المهمة النهاردة عندي تفصيلة جديدة وممكن الناس في الإعلام في مصر تحديدا ما تركز معها امتى يبدأوا يركزوا؟ لما بتلاقي نفسك داخل على عقوبة أو مشكلة وتلاقي نفسك متعاقب بـ 300 ألف دولار أو 200 ألف دولار ليه أنا بتكلم في الموضوع ده النهاردة؟ لأن من ساعة ما خرجت قرارات لجمة الانضباط في الاتحاد الأفريقي على أحداث مباراة الزمالك والأهل في السوبر الأفريقي الدنيا مقلوبة خذوا مني الخبر الجديد ده بقى الاتحاد الأفريقي بعت خطاب رسمي للاتحاد المصري ولكل الاتحادات ومش الأمر يخص الكرة المصرية بس لا لكل الاتحادات الخطاب ده في إيه؟ الخطاب ده الاتحاد الأفريقي وضع بنود وشرع قوانين بتغليز العقوبات المالية على مسابق الدوري أبطال إفريقيا اللي هنطلق يوم 26 نوفمبر تاني الاتحاد الأفريقي زود ليحة العقوبات المالية وغلز العقوبات وعمل ليحة بخصوص دوري أبطال إفريقيا اللي هنطلق يوم 26 نوفمبر وبالتبعية كأس الكونفيدرالية وكأس السوبر الإفريقي الناس بتقول لي تغليز العقوبات المالية ده عشان المشاكل اللي في الملاعب يعني والاحتجاجات والاعتداءات والانسحاب لا ده ده لي ليحة وكده كده الأرقام زي ما انت شفت كبيرة بس ما حدش عايز زيارة خد الجديد كمان لايحة التسويق المنظمة لحقوق الرعاية ما بين الأندية والاتحادات الوطنية مع الاتحاد الإفريقي النهاردة صدر فيها قرارات غير طبيعية غرامات مالية لن تتخيلوها لم ولن حد فيكم كممكن يتخيلها أنا هستعرض معاكم بس كده إيه كم بند لحقيقة بس إيه أشوف الخطاب قبل ما أطلب معاكم هوا انتوا عارفين لو أي نادي لو أي نادي عشان الناس بتقول لك إيه 30000 ألف دولار كتير قوي لا اسمع اللي غاي بقى لو أي نادي لعب ماتش في دورة أبطال إفريقيا وجاب الكورة اللي لعب بيها غير الكورة الرسمية ممكن تتغرم كام يعني دي لو في الدورة المصري كده كده مفيش لايحة في الدورة المصري بتتكلم على الكورة يعني احنا بنلعب بأي كورة بنلعب بأي كورة من الأسف في الكورة الموحدة لسه أسف يعني مش موجود بس حتى لو اتعاملت أي يقول لك إيه 5000 جنيه 10000 جنيه لا في الاتحاد الإفريقي في أول مرة 30 ألف دولار لو القرار التاني 40 ألف دولار طب لو نادي وضع علامة تجارية غير معتمدة من الاتحاد الإفريقي الغارمة بتبدأ من 40 لمئة ألف دولار مئة ألف دولار لو حطيت بس أي علامة تجارية على التي شرت أو على كوم من غير ما تاخد اعتماد من الاتحاد الإفريقي طب شرط الكابتن الشعر اللي بتحطها على الكتف دي دي ربية اتفاق مع الكاف عشان ده فيها حقوق تسويقية للاتحاد الإفريقي لو أنت مزبطتهاش واعتمدتها من الكاف 60 ألف دولار أنا بقول لكم لايحة التسويق المتعلقة بالغرامات المالية السنة دي أنا شفت أرقام كبيرة جدا تتخيل بقى في كل مطش لو في نادي مش مركز وقاري كويس وعمل كل يوم مثلاً في كل مباراة مخلفة من دول هيلايا نفسه في آخر المسلم بدأ ما ياخد الاثنين مليون أو الاربعة مليون هيدفع لها فلوس طيب لو في حصلت مشكلة في حقوق البث التلفزيوني يعني مثلاً وانت بتزيع المباراة خدت منها لقطات أو نقلت المباراة كل إيراد البطولة اللي كان جايلك هيتخصم منك هتطلع من البطولة بدون ولا ملين ده ألف به ده غير العقوبات التأديبية اللي هتصدر من لجنة الانضباط طيب تزاكر المطشاط انت كده كده الاتحاد الافريقي ليه كوتا معينة وعدد معين من التزاكر أخرت على الكاف نسبة معينة من التزاكر أخرتها يوم اتنين غرامة تبدأ من عشر تلاف دولار لاربعين ألف دولار تتخيلوا حتى التزاكر لو تأخرت عن معاد إرسالها الغرامة ممكن توصل لاربعين ألف دولار طيب لو معفرتهاش خالص بقى ما بعدتش التزاكر للشرق الرعي أو للاتحاد الافريقي تسعين ألف دولار تسعين ألف دولار طيب رحت لبست على التي شيرت أو حطيت على التي شيرت بتاعك رعي دون الاتفاق مع الاتحاد الافريقي الغرامة بتبدأ من خمسين لمية وخمسين ألف دولار مية وخمسين ألف دولار وبتضعف على حسب الحدث وبتتقرر كم مرة شوف الغرامات عاملة إزاي طيب أنا قلت لكم طبعا بس المباريات أو مقاطع من المباريات الغرامة تبدأ من مية وممكن يتخص منك الإيراد بالكامل هل حد ممكن يتخيل أن الاتحاد الافريقي أوصل لهذه المرحلة من فكرة الاحترافية في اختار الاتحادات والأندية سنويا بهذا الشكل والنهاردة الغرامات المالية بتوصل للأرقام دي أنا بقول ده النهاردة ليه عشان احنا بنسجل ده صوت وصورة وحنا لسه في بداية الموسم عشان ما نوصل لنهاية الموسم وتلاقي نادي طالع بيقول أنا المكافأة بتاعتي نصها راح في الغرامات هو الكاف بيكون نفسه علي اقروا قبل ما تتكلمه دي غرامات مالية ومهم جدا الناس تقرأ والتابع الغرامات التقديمية بخصوص التلوح بالانسحاب والاعتداءات والكلام ده كله ده ليه أرقام شبهة بدي وأكتر لكن ده كمان وصلت المرحلة أن الحقوق التسويقية بعد ما كانت غراماتها خمس سلاف وعشر تلاف لا ده احنا دخلنا في الخمسين والمية والمية وخمسين وفي وقاية محددة ممكن يتمنى عنك إرادة البطولة بالكامل إيه رأيكم على فكرة ده خطاب رسمي معايا نسخة منه وصل بالأمس لاتحاد الكورة وفي نفس التوقيت اتبعت لكل الاتحادات الوطنية عشان تختل الأندية هل بقى الأندية وصل لها الكلام ده أحد الأندية كثيري الاعتراض ونظريت المؤامرة قريت الكلام ده وانت لسه عندك بطولة هتبدأ ايه في شهر نوفمبر في آخر نوفمبر قدينا قمنا بدورنا وبلغنا كل الناس بالتفاصيل الجديدة وزي ما قلت لحضراتكم أي قرار أي خطوة أي معلومة هنكون معاكم لحظة بلحظة بكافة التفاصيل محلية قرية دولية خلال الفترة اللي جاي دي كانت أبرز الموضوعات اللي معايا النهاردة في برنامج التريند لسه مع الفقر الحوارية وهنتناقش في تفاصيل مهمة متعلقة بأخبار الأهلي قطاعات الناشئين مشواره التدريبي دلوقتي قطاعات الناشئين بيشتغل فيها إزاي وهنتكلم على كذا ملف بالتأكيد كل ده ولكن بعد الفاصل مع الكابتن مصطفى عفروتو أحد أبناء النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي والمنتخب الشباب ومنتخب مصر الصباح أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج التريند اللي بيشرفنا ويناورنا فيها واحد من أبناء النادي الأهلي من النجوم الأهلي كان طالع مع جيل جميل جدا عمل مباراة جيدة ولكن كمان على المستوى الرفاهية والفكاهة خارج الملعب كان جيل ما تقررش زيه تكلم على عفروتو وأحمد شكري سعدي سمير يعني كذا اسم كده أنا هقدمه وهو بقى إيه يفتكني الأيام الجميل دي وأكيد بقى الجيل ده لما جه في وجود محمد بركات وأحمد حسن وإينو مش عايز ألوكو تكت قط اللبس عاملة إزاي معايا ومعكم النهاردة في برنامج التريند الكابتن مصطفى عفروتو عفروتو وإزايك منور الدنيا وصعداء بوجودك النهاردة في بيتك في قناة النادي الأهلي حبيبي محمد ودايما متقلق وأنا سعيد اللي أنا موجود معاك وبجد يعني ببقى أسعد واحد في الدنيا لما ببقى متواجد في القناة بتاعت بيتي ودي حاجة يعني الحمد لله فضل لك يا رب بتحسسني بالفخر وبالاعتزاز بجد قد إيه الواحد دايما بينتمي للنادي الأهلي فدي نعمة كبيرة جدا الحمد لله اللي إحنا من صغرنا وإحنا الانتماء بتاعنا بيزيد كل ما نكبر للنادي الأهلي أكيد طيب أنا بتكلم بقى الفترة دي فترة كانت مميزة مش في الملعب بس ده داخل الملعب وخارج الملعب جيل طالع فيه عنده روح الفكاهة شوية إنت وصعد ساميرك وتعملين دويتو منخص نحظك وكان موجود بركات فيعني مش عايز أقولك إيه كان معمول مصرح فاكر الأيام دي فاكر طبعا أيام من أحلى أيام حياتنا يعني في الكرة لأن انت كنت بتتكلم دلوقتي محمد إحنا كنا مع جيل مش هتكرر كتير منه معك كابتن محمد أبو تريكا كابتن واي الجمعة كابتن أحمد حسن كابتن محمد بركات كان كابتن سيد معوط كابتن شريف عبد الفضيل كابتن أحمد فتحي كان معك ناس عملكة يعني فعمرك ما تنسى الزكريات وبالتحديد كمان كابتن محمد بركات يعني هو الواحد من الجيل كان يعني إيه داخل لحد الوقت لحد الوقت أيها كابتن محمد بركات دمه خفيف جدا ولكن اللي ما حدش يعرفه عن كابتن بركات لما كنا نبقى عاديين برا على الدكة بنهزره في قط اللبس أول ما ينزل الخطة محمد الإنسان ده بيتحول بنشوف واحد تاني تكالن وضربه وخابته وكل حاجة تتخيلها بيعملها جد جد والهزار هزار فتعلمنا بجد قد إيه إمتى ندحك إمتى ناخد الأمور بتاعتنا في شغلنا بجد فتعلمنا حاجات كتير قوي يعني بصراحة وذكريات كتير جميلة بقى ومش عايز أقولك عالك وارس بتاعت ساعد يعني لا ساعد ساعد الغد دلوقت هنا حاجات عنده علاقتوب وما ظهرتش آه طبعا صح إنت عارف طبعا معنا فيديو كنا مع المنتخب في فرنسا قبل كاس العالم عملنا فيديو أنا وهو كده هو محتفظ به استحالة ينزله استحالة فكنا بنقلت برضو كالفنان محمد هنيدي فكان من الصح اللي ساعد ينزله ده بصراحة ده الحاجة الوحيدة اللي ظهرت لما كنت ساعدها بتحتفل بطولة الدوري كنت ساعدها عند حمام السباحة وما راح تلك داخل معرفش مركب إيه كان كابتن محمد بركات ساعتها حطيلي مخدة كده ما بيني جوة تشيرت وكنا بنقلت قال لنا كنا واخدين الدوري بالتحديد الدوري الـ 35 فكنا بنحتفل بقى مع بعض وكده وكان الناس كلها قاعدة ومبسوطة وكبات كلها فقال لي يلا نعمل أنا وانت وساعد حاجة كده نرفع الناس شوي فعملنا المشهد أنا وساعد بتاع محمد هنيدي وهو كان كابتن محمد بركات هو اللي اختار اللي يحطيلي جوة تشيرت المخدة دي طيب إينو برضو كان من ضمن المجموعة اللي كان داخل معك في نفس الفصيل دي إينو دمه خفيف جدا إينو لحد الوقت يعني حتى لما بنتقابل بجد من أخاف في الناس اللي انت ممكن تقعد معاها يعني ما تزهقش من إينو بجد إينو كان دمه خفيف وكان دايما يعمل فينا مقالب مقالب طبعا ربنا على فكرة إنك تحب حده وتتقبل منه والهزار بتاعه دا دي بتبقى صعبة محمد على فكرة لازم أن حد انت بيبقى فيه متقبله وعنده قبول فساعد كان على طول كل الناس بتحبه حتى النشئين الصغيرة لما كانت بتطلع علينا كان ساعد بيحتويهم وبيحبوه فساعد بصراحة من الناس اللي هي مش عايزة تكلم عليه كتير قوي عشان هو يعني شهدت فيه مجروحة بس هو حاجات كتير صفات في ساعد محدش يعرفها بالجانب الإنساني ساعد بجد خير وإنسان راجل بمعنى الكلمة يعني هل بعد السنين دي كلها يعني مش كتير قوي برضه عشان ما نكبركش قوي لسه الجيل ده متواصل مع بعض لسه بتتقابله لسه بتعوده مع بعض في منكم لسه بيلعبوا فيه خلاص بقى خات السلك الإداري أو التدريبي طبعا طبعا يا محمد احنا على طول عاملين جروب مع بعض مسؤوليات بتاعتنا بقت أكتر من الأول ولكن على طول لما بيبقى فيهم ناسبة على طول بنكلم بعض على طول بنفضي نفسنا يوم كده وبنتقابل أصلي بص أجمل ذكريات حياتك اللي هي بتبقى في البدايات دي دي أجمل حاجة في الرحلة بتاعتك صحابك اللي هم كانوا معاصرين معاك الرحلة بتاعتك وكلنا كبرنا وكلنا بقينا مسؤولين عن أسر وفيهم بنتجمع فيه فأنت بتحس بقدي اللي الحياة جميلة الحياة لسه بخير فدي دايما إحنا دايما أي مناسبة بتصادف لأي حد فينا على طول بنجمع بصراحة طيب مين بقى من الأجازة الفنية اللي اشتغلت معاه وكنت معاه في الأهلي أو حتى بره الأهلي لسه متواصل معهم أو حد من المدربين أنت شايف أنه دايما متواصل معاك أو كان ليه دور مع مصطفى عفرط بص يعني بجد مهما تكلم من هنا للسنة الجاية كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد آه طبعا الراجل ده وقف معايا في حياتي في حاجات كتير أو في محطات كتير أو في حياتي بجد 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 أنا بشكره من خلالك وبشكره من خلال قناة النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز بجد من الناس اللي هي لها فضلي وخير عليها كبير جدا جدا يعني مهما تكلم مش هقدر أوفي حق كابتن سيد من اللي هو بيعمله معايا الحد الوقت على فكرة يعني الحد الوقت على طول بتواصل معايا وبيتواصل معايا وعلى طول فيه أمور كتير أوي الليقول لكابتن سيد ما كانتش الأمور دي كانت هتمشي يعني في حياتي تعرف أني الكلام ده مش هقول مرة أسمعه من مصطفى عفرطه من اللعب كتير يعني كازا لعيب وكلام كله على بره الملعب مش في الملعب بس فده إن ده على شيء بيدول أن صفات مدير الكورة أو شخصية سلب الحفيظ في الآله تحديدا مش قصة ملعب بس وإداريات بس صحيح لا كابتن سيد يمتاز بالجانب الإنساني دايما أنا بقول لك كابتن سيد يعني أنا بحس أنت إنسان نازل من السماء بجد الصفات بتاعت أي إنسان مسلم متواجد في كابتن سيد بجد قديه خير بجد قديه خدوم بجد يعني عمره ما يتخلى عنك في أي ظروف أو أي موقف يعني أنا شفت دوت وبالتحديد لما ببقى متواجد معاه فيه لعبة كتير بدون ذكر أسماء حللها في حياتها حاجات كتير جدا فبجد قديه إنك تبقى بتنتمي لنادي يبقى كابتن من الكابتن بتاعتك كابتن سيد عبد الحفيظ وتشرفت اللي أنا الحمد لله كنت في يوم من الأيام هو كان بيشرف علي في النادي الأهلي وهدي إيه العلاقة لسه ممدودة لحد دلوقتي مش أنا بس معظم الأجيال اللي عصرت كابتن سيد فدي حاجة تحسسك بقدي إيه للإنسان دوت فيه حاجة كده قلت لك يا محمد في الأول القبول ده بتاع ربنا صحيح يعني مهما تعمل المستحيل وعايزنا حبك استحالة القبول ده بتاع ربنا فكابتن سيد ربنا بيحبه فدايما لما بتيجي سيرته دايما الناس بتفتكروا بالخير وبتفتكروا دايما يا محمد على فكرة فيه نقطة مهمة جدا الناس بتبقى مشو أغدى بالها منها دايما الإنسان لما بتجي تذكروا بتذكروا الصفات الحلوة فيه بس عمرك ما تذكر المواقف عمري إنسان ما يصحى الصبح عشان يحلي لك مشكلة معلش يعني أنا آسف في الكلمة في الناس كتير قوي في الحياة ساعات بتتخلى عنك في ظروف أنت بتبقى محتاج حد يقولك كلمة كويسة فكابتن سيد على طول قدي إيه اللي هو مش أنا والله الوحدي قدي إيه على طول العلاقة ممدودة ودايما يا رب بمدى الحياة ممدودة مع كابتن سيد أنا سمعت ده فعلا ملعب كتير فبجد محمد كابتن سيد في حتة تانية خالص حتة مختلف بأمانة بأمانة يعني في حتة تانية خالص طيب لما بيحبوا تهزروا وبتعملوا الجو الفكاهي بتاعكو ده كان الكابتن سيد بيعمل إيه لا كابتن سيد بص الجميل في كابتن سيد يعني يعني كان بيتفاجئ بالحاجات دي ولا لا لا كان بيدينا مساحة طول ما احنا الحمد لله فضل ليك يا رب مفرحين الجمهور بتاعنا ومفرحين الإدارة بتاعتنا طبعا فدايما كان بيدينا المساحة لدو ولكن كانت كل حاجة برضو يعني عارفة محمد على أيامنا كانت كل حاجة بتعانية شوية بحفظ شوية ولكن كان بيدينا وكان بيعودوا يهزروا معانا وكانوا ممكن يرموا إفه في النص كده دايما كانوا بيحسسونا اللي هم إخواتنا يعني إخوات كبار لنا طب تعالا بقى نشوف حاجة كده من إفهات عفرطو والجو اللي افتقر وصعيته هو ومحمد برقاطة كتة وساعد سمير هنرجع بالزاقرة شوية لبعض الفيديوهات الجميلة من كواليس قناة الأهلي في فترة كانت يعني فيها حاجات لا تتخيلوه تعالوا نتابع ونشوف عفرطو افتقر ويعلق على ده ولا هيشوف المشهد إزاي دلوقتي بعد السنين دي كلها أنا عايز ألكم كنت في المشهد ده ويعلق على الأرض من الضحك وكان ماسك المايك وساب المايك فترة وشوفت كابتن محمد يوسف قاعد كابتن عماد النحاس سيد معاود كلهم للبيرتون كل كابتن كانت قاعدة وكابتن محمد بركاته هو اللي خلانا نعمل كده على فكرة هو اللي فقط بس كنا بقى زي ما قلت لك كنا وغدين بطولة الدور الخامسة وثلاثين للنادي الأهلي فكنا بقى أدونا مساحة كده وإحنا بنا كان كابتن حسن حمد طبعا ربنا اديله الصحة وكابتن محمود الخطيب فكانوا جايين يعني باركوننا وكنا عاديين فكان يوم جميل بصراحة يعني وذكرية حلوة أنك تبقى واخد بطولة فدي تتحسب لك أنا مش هسيب سعد إلا ما أجيبي الفيديو اللي على بطوب يلا بينا يا حاجة على فكرة اللي اتزاد ده حاجة من الحاجات اللي مع سعد سعد عنده على بطوب بالهارض مليام فيلم حاجات حاجات كتير بصراحة لو اتعامل استحال استحال أأديك الفيديو أنا عارب أنا بقول لك كان لسه سعد سامير عامل مقلب مع أحد العمال في قط اللبس عارف أنت بيجيب الكرة أكدناها مضرب وبيلعبها وفجأة بيجي في لحظة معنا يغير الكرة بيخليها إيه بيضة يا نها ربي فبتيجي تلعبها لا سعد عليه حاجة لا سعد بصراحة يعني ربنا حبي فيه الناس سعد دايما كده في حتة تانية برضو يعني دمه خفيف جدا وغير اللي دمه خفيف جدا أمحمد برضو زي ما بقول لك اللي هو عنده حاجات وصفات جميلة جدا بصراحة ربنا سعد من الناس اللي هي ما بتنساش أصلها فده اللي بيحببني في سعد مهما الدنيا بتديله ومهما بيجبر دايما سعد زي ما أنا معرفته من أول يوم لحد وقتنا هذا سعد زي ما هو ما دغيرتش طيب بعد الفترة الجميلة دي كلها وانت من اللعيبة للأسف اللي اعتزلت بدري ونصبها في الكرة ما كانش كويس قوي طيب بعد الفترة دي دلوقتي عفرطت اتجه لإيه هل التدريب هل الإدارة هل رحت لمسألة قطاعات الناشئين والعمر الصغير بتاع الأكاديميات والبراعم يعني الناس تعرف دلوقتي عفرطت بيشتغل إيه أو بيفكر إزاي أنا دلوقتي مدير قطاع ناشئين في نادي ديلموندو الحمد لله لك يا رب بشكر من خلالك أستاذ أحمد الحسيني ودكتور وائل محمد على كل الدعم اللي هم بيدهوني في نادي ديلموندو احنا الحمد لله عندنا قطاع كبير جدا أنا حابب اللي أنا أتجه للمجال الإدارة أكبر هاي صدق بالقطاعات آه من الناس أنا بحب دايما البرائم بحب البرائم والناشئين ودايما احنا الحمد لله فضل لك يا رب محمد احنا دايما الحمد لله الواحد بيحاول ينقل حاجة من اللي هو تعلمها من النادي الأهلي يعني أنا تعلمت من من ناس كتير جدا وكباتين كتير جدا فضلهم كبير علي يعني لو قلت لك الأسامي اللي كانت بتشرف علي في قطاع الناشئين انت الواحد هيتخض بالله اسمعه يعني كان كابتن بدر رجب كابتن حسام البدري كابتن محمود صالح الله يرحمه كابتن محمد يوسف كابتن علاء ما يهوب كابتن قصام عرابي كابتن أمين عرابي كابتن عادل عبد الرحمن كابتن محمد وهبة مستر كروفر الهولندي كابتن محمد السيد ناس كتير جدا ما شاء الله كان كابتن محمد رمضان ربنا وفقه في المنصب الجديد كان مدير كطاع ناشئين مرة علينا كابتن أحمد ماهر اللي رحمه كابتن ماهر همام كان متواجد معنا كابتن عبد المنعم شطة كابتن عبد العزيز عبد الشافي فتعلم اتعلمت الناس دايما أنا من ستة وتسعين سبعة وتسعين لحد 2012 أنا في النادي الأهلي يعني عدت بمراحل يعني آه عدت بمراحل كتير جدا مراحل كتير جدا فالحمد الله فضل لك يا رب دايما بقولي نفسي الحمد لله اللي أنا من صغرة ربيت في نادي اتعلمت فيه مش أقولك بقى زي ما الناس بتقولك كيم ومبادئ اتعلمت حاجات جميلة جدا اتعلمت الصح من الغلط اتعلمت الحلال من الحرام اتعلمت حاجات كتير احنا كنا بنقعد محمد في النادي الأهلي اكتر ما بنقعد في بيوتنا يعني النادي الأهلي كان مدرسة بجد مدرسة مدرسة فقدي ايه كان بيركز مع اللاعب في قطاع الناشئين على الاخلاق بتاعته ازاي أنا يعني أنا لما كنت أعمل مشكلة انا او كهرباء كهرباء تلاتة وتسعين انا تسعة وتمانين دايما كان كهرباء يعمل مشكلة او أنا أعمل مشكلة كان كابتن بادر راجب بياخد كرار قصادنا على طول وياخدونا يعنفونا ويعرفونا قدي ايه اللي احنا موجودين في مكان كبير وكيان كبير وأنتو اللي كانت جمعتوا في تيم واحد اه سافرنا قبل كده النمسا مع بعض خربنا الدنيا خربت الدنيا اه بس كان كابتن بادر مسيطر علينا يعني الله بس برضوك في إطار اللي احنا الحمد لله يعني كنا واخدين البطولة برضوك وكسبين ناس كتير وفرق جامدة اوه في أوروبا كانت في البطولة ديات في النمسا والحمد لله يعني الهزار بقى والحاجات بتاعتنا دي بس ما نقدرش اللي احنا برضو يعني فيه خط أحمر ما نقدرش نتعداه تكيد فكان فيه ذكرية جميلة جدا يعني أنا 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 يعني دايما يا محمد لما باجي الناس بجي لي اختبارات أو بنعمل يوم رياضي عندنا للاختبارات دايما الناس لما باجي أحكي لها الناس الحمد لله فضل لك يا رب بتستوعب كلامي لأن أنا اتعاملت مع مدربيني الحمد لله فضل لك يا رب عماليقة عماليقة هم يعني الناس دي تسبب كتير قوي في الناس كتير موجودة لحد دلوقتي بتلعب كورة يعني منهم ترزجيه ناس كتير جدا ما شاء الله يعني طيب وانت في قطاع الناشين دلوقتي اللي شفته في الأهل واللي تعلمته في الأهل بتطبقه ازاي؟ بطبقه الحمد لله من اللي أنا تعلمته في النادي الأهل زي ما أنا ما قلت لك يا محمد في أول كلامي أنت تعلمت من الناس فأنا بحاول على قد ما بقدر أنقل الخبرات دي توانقل الحاجات اللي أنا تعلمتها للكطاع عندي على قد ما أنا مثلا يعني أنا دايما حتة بتاعت أولياء الأمور أولياء الأمور دلوقتي كل واحد فيه محمد عايز ابنه يبقى محمد صلاح فيه موليلا عايز ابنه يبقى أحسن الشحات عايز ابنه يبقى أفشا يا جماعة الموضوع مش كده الموضوع إحنا مرينه خدنا السلم واحدة واحدة من تحت أنت دلوقتي معلش يا محمد أنت لما بتتعامل مع واحد في قطاع الناشئين 2012 أنت بتتعامل معاه بالفكر بتاعه هو مش بفكر والده دايما أنا بقول لأولياء الأمور يا جماعة أنتوا فقط لغير أنتوا المفروض تبقوا أوبر معاهم ملكوش دعوة بالموضوع بتاع الملعب إحنا اللي مسؤولين عنهم في الملعب هم بدل ما عدى الخط بتاع الملعب إحنا مسؤولين عنه إحنا بنقدر أدي إيه اللي إحنا نوفر له كل حاجة أدي إيه بنعلمه علشان الناس ما بقيتش تنزل تشوف يعني انت مشاء الله إحنا بقنا فترة كبيرة أوي ما شفناش قطاع الأهلي زي دلوقتي انت مشاء الله روحت دلوقتي الكطاع بتاعنادي الأهلي يا محمد مشاء الله مشاء الله الأولاد بيكلموا الكورة يعني أنا شفت كنت عامل كذا مضش مع النادي الأهلي بجد عملت أوبرات ودية مع فرق القطاع اه اه في النادي الأهلي وبشكر كابتن بدر وبشكر النادي بتاعي دايما اللي هو بجد فتحلي الباب ده فانا بشكرهم من خلالك كل مره بعض أقول لي نفس كده وبعض أقول لي أولادي كده 毎ين كل يوم انتماءنا بيزيد للنادي الاهلي من لنا اللي النادي الاهلي بيعمله معايا يعني دايمان لما بخش من البوابة بتاعت النادي الاهلي قدي ايه بحس بفخر كبير انتماءي يزيد أكتر لما الناس تتلم علىيا والناس ت SCPتكلينني والناس 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 دايمان القيم والمبادئ اللي تعلمناها في النادي الاهلي إحنا بنحاول نعلمها لأولادنا في البيت وبنعلمها للكطاع اللي أنا متوجد فيه فرصة وانت معي وفي قضية قلب الدنيا موضوع التسليم والنادي الأهل يمبرح كان ليه خطاب وبيان رسمه بطلب اتحاد الكورة أن يقوم بمصولياته في الجزئية دي وكان الكابتن علاء نبيل وهو حاليا المدير فن الفرق القطاعات أو المنتخبات الشباب في اتحاد الكورة قال لي إحنا اكتشفنا عشر حالات لعيبة مسننة في مواريد 2008 وانت حاليا في قطاع ناشئين بداخل تجربة جديدة المشكلة دي حلها إيه؟ وليه الأندية بتلجأ لده؟ أو للعيبة بتلجأ لده؟ والأنديية دورها إيه في حال الموضوع ده؟ والله هي ملهاشة لتفسير واحد هو محدش قادر علينا فوق ده رقم واحد فرقم اتنين هم يقولوا لك إحنا نصبر النادي بتاعنا اللي إحنا ناخد بطولة من نادي الأهلي فده مصصح إحنا في النادي الأهلي ما بنعتمدش على البطولات في الناشئين على قد ما بنعلم الناشئين بتاعتنا محمد على قد إيه اللي بنزرع فيهم الشخصية قد إيه اللي إحنا بنأهله من اللي هو يبقى بطل قد إيه بنأهله اللي هو يبقى ناجح لما يوصل للدرجة الأولى هو بيبقى خلاص عنده الشخصية وعنده الكرير اللي هو يقدر يتحمل المسئولية إحنا بنعلم كده في النادي الأهلي مش بنعلم الناشئين بتاعتنا اللي إحنا نكسب 100 سفر يا فرحتي ما نكسبت 100 أنا استفدت إيه؟ يمكن أنت الاستفادة الحقيقية لما يبقى معاك واحد زي كابتن بدر رجب واحد زي كابتن وليد سليمان واحد زي كابتن محمد شوي واحد زي كابتن أحمد ناجي الناس دي مش دورها اللي هي تقول لك إكسب 10 أو إكسب 20 قد ما دورها اللي هي بتزرع فيك الشخصية قد إيه؟ الناس دي بتعلمك وبتفاهمك عشان لما تطلع الدرجة الأولى تقدر اللي أنت تستوعب وتقدر تتحمل الضغط النفسي والضغط الزهني والضغط العصبي وتقدر اللي أنت تبقى مسؤول عن نفسك فأنت دايما عندنا قطاع الناشئين إحنا بنتعامل كده بالطريقة دي مش بنتعامل يا محمد للأسف اللي أنا كسبت 10 دلوقتي أنا كسبت 10 دلوقتي أنا مستفدت إيه؟ ما ما استفدتش حقيقا بالضبط يمكن أنت معلش يا محمد لما تعلم أولادنا كده في النادي بتاعنا تعلمهم قد إيه اللي أنت بتزرع فيه الشخصية وقد إيه بتعلمه اللي هو يبقى شخص معتمد على نفسه وصاحب قرار يعني أنت دايما تلاقي اللاعب النادي الأهلي مختلف عن أي لعب والله العظيم ده حقيقة ده حقيقة دايما اللاعب النادي الأهلي اللي طالع يعني أنت بتشوف كوكا ما ابني النادي الأهلي بس عند شخصية بقولك إيه؟ ما شاء الله يعني لما لعبنا نهاية إفريقية عمام الترجي حسبت وقتها اللاعبة اللي بتلعب في المباراة النهائية كم واحد من ولاد القطاع كتير تخيل أنا وصلت إلى فكرة إن عندك أكتر من نص ستين من ولاد القطاع طبعا مصطفى شبير رام ربيعة محمد هاني أنا عايز بس أتذكر التشكيل اللي كان موجود أنت بتتكلم خمس ست لعبة من الحداشر طبعا أنت عندك معلش يعني زي ما أنا ببتتكلم معاك أنت بتشوف كوكا مثل مثال من ضمن الناس اللي إحنا بنتكلم عليها عنده شخصية ما عندهش رهبة ولا خايف بيستلم تحت ضغطه بيشوت وبيلعب ويعمل كروسات ولون جباس ويروح يلعب باكليفت حاضر يلعب ديفندر تالت حاضر يلعب في أي مكان أنت محتاجه لأن ده اللي أنا بقولك عليه ده المراحل دي مش كوكا وصل كده من فراغ كوكا وصل من مراحل الناشئين اللي إحنا قدي إيه الناس دي بيتقوا ربنا وبيزرعوا فيك الشخصية عشان نأهلك اللي إنت تبقى في الموقف دوت فأنت تبقى مسؤول عن نفسك راجل صاحب قرار إحنا دورنا اللي إحنا نزرع فيك الشخصية إحنا محتاجينك فوق فإحنا بنعلمك الدور دول طيب مش المفروض الأندية وهي بتعمل اختبارات وبتضم لعيبة حتى من أندية تانية وإنت حتى لسه في بداية المرحلة السنية يتعمل الاختبار اللي هو الطب اللي بيتشاف فيه عمر اللعب أو سن اللعب ليه بيتساب لغاية لما يوصل لسن 17 و 18 سنة؟ لأن الناس دلوقتي محمد بتستسهل في الأندية الناس دلوقتي ما بقاش عندها اللي هي طولة بال زي ما بيبقى في المؤسسات الكبيرة النادي الأهلي مش مجرد نادي يا جماعة النادي الأهلي مؤسسة كبيرة قدي إيه عنده طولة بال أصلي الناس دي اللي أنا ذكرت أسميها كابتن بدري وكابتن أحمد ناجي وكابتن والد سليمان وكابتن محمد شوي الناس دي مش بتنزل من الساعة 9 الصبح عشان خاطر اللي هي تقعد في الأوضة وتهزر الناس دي دورها اللي هي زي ما بردو كارجع وقولك قدي إيه اللي هم بيأهلوك قدي إيه بيأسسوك قدي إيه بيخلوك تعد على مراحل عشان لما تطلع الدرجة الأولى تقدر تحافظ على النعمة بتاعتك يمكن أنت محمد دلوقتي الناس كلها في معظم الأندية بتستسهل يعني أنت معلش مطشئين بالأخير والأهلي إلى 2005 الراجل بش أنا بكبر منه أنا 35 سنة سيبك من شكله يعني سيبك من الشكل يمكن باين عليه أنا بتفرج على المطشو وأنا في البيت تكوين العضلة والله حتى أنا كلمت شكري بعد الستوديو يعني اتكلمت مع شكري قلت له يا ابن يا حبيبي باين عليه من اللعب والجريب بتاعه أنا أعرفه دي شغلانتي أعرفه أفهم اللي اللعب دوت بيقدر يجري كابتن أسامة حسني أشياءت بالموضوع ده وأتكلم في الموضوع دوت يا محمد الموضوع بجد يعني سيبك من الشكل بتاعه و سيبك من دقن و سيبك من شنب و سيبك من كل دوت الراجل يعني ده متجوز متجوزوا معها ثلاثة عيال تقريبا يعني والله ما بهزر بس الكصة كلها باين من طريقة لعبه يعني باين الفرقات ما بيني وما بينك اللي أنا فارق بأربع سنين أو خمس سنين كصة دي كانت في أفريقيا لسنوات طويلة و كنا بنعني منها للأسف انتقلت الظاهرة دي للملاعب المصري طيب أقول لك على حاجة تانية النادي الأهلي في ميزة في قطاع الناشئين أنا ماينفعش أقولها يعني عشان الناس ما تاخدهاش وتعملها يعني النادي الأهلي دايما في قطاع الناشئين لو سر الشغلانة يعني هقولك على حاجة يعني في النادي الأهلي دايما بيلعبوا الموليد الأكبر من السن بتاعهم يعني هم بيطلبوا في القطاع في النادي الأهلي يعني مثلا أنت ترايح دلوقتي تلعب 2012 بيجيب لك الفرقة الأكبر من 2012 عشان الأولاد يحتكوا بيهم عشان لما يجوا لعبوا السن بتاعهم في الدوري والمسابقات بتاعتهم يقدروا اللي هم يستفادوا بالاحتكاك دوت يعني توصد مثلا أنت جاي بفرقة 2012 تمام تلعب الأهلي 2014 مأ لا لعب الأهلي اللي هو آه بالزبط أنا سيبقى فهمة آه لعب الأصغر الأصغر آه والنادي الأهلي لعب الأكبر أيها بالزبط هو بيطالب اللي يلعب الأكبر أنت جاي بفرقة 2012 هو عايز لعب الفرقة اللي هو الأكبر 2012 بس أنا فرقت أنا كأهلي 2014 2015 عشان الاحتكاك يبقى أفضل لما يجوا بقى يلعبوا في المسابقة بتاعتهم على 2014 هم خلاص يعني أنا لعبت تم أنت كده كشفت سر الشغلانة مش كشفت سر الشغلانة أنا عايز أوصل رسالة للناس أوصل رسالة محمد للناس إيه بقى للنادي الأهلي والله والله يا جماعة مسابق في حاجات كتير جدا يعني في حاجات كتير قوي دي فكرة على فكرة دي جزء استراتيجية شغل اختار ناشيين على فكرة ما أنا بقول لك يا محمد الناس دي مش بتنزل الصبح تقعد في المكتب لا 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 الناس دي شغالة وأنا بروح وبتابع المطشاط بتاعت الناشيين أنا بحب دايما بحب لعبت الكرة وبنتمل للنادي الأهلي فطبيعي إلا أنا في أوقات كتير بروح إلا أنا تفرج على المطشاط فأدي إيه أرجع للموضوع بتاعنا اللي أنت فتحته في الأول يا محمد أدي النادي الأهلي مش بيعتمد على المكسب والخسارة أدي ما بيعتمد على الولد دو تيزرعه في الشخصية صحيح الحوار معك ممتع جدا حوار ممتع جدا وتفاصيل مهمة جدا بنترحها وبنتكلم فيها مع مصطفى عفروتو الجيل الأديم الزكريات التسنيم قطعات الناشئين وهنتكلم كمان على اللي جاي والمستقبل والفريل أول والتحديات اللي بيوجهها فريل آل في الفترة الحالية نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفصل لسه الحوار مستمر وممتع جدا مع مصطفى عفروتو أحد نجوم النادي الأهلي السابقين واللي بيأخذ خطوات جديدة في تدريبه في أحدى الأندية في قطاعات الناشئين طيب عايزة ننتقل معاك لقصة الفريل الأول شايف الدوري بدأ بدأ بشكل سخن قوي مباراة سيراميكا مزبوس كور جيد جدا خمسة اثنين مباراة زد يوم الخميس اتلعبت ثلاث بطولات للأهلي في بداية الموسم كده مرة واحدة خط راز عفتلها كذا طولة كست اثنين خسرت واحدة بداية الموسم شايفة ازاي للأهلي معاك والله شايفة هي بداية كويسة الحمد لله فضل لك يا رب وكمان الحمد لله الفرقة دية لما احنا دغلبنا السوبر الأفريكي دايما كنت بطلع أقول يا جماعة احنا الناس دي والجيل دوت عمل إنجاز محدش عمله يعني الجيل الحاليا اللي هو بيلعب دلوقتي يا محمد عمل إنجاز محدش عمله الفرقة دية تواخد ثلاثة دور أبطال أفريكيا يا جماعة واخد بطلات كتير ودوري وكاس وصوبر فالناس كانت دايما متخوفة أربعة دور أبطال كمان أربعة دور أبطال مش تلاتة كمان أربعة أربعة ما شاء الله يا جماعة الموضوع ما فيهش خوف حالس هو مجرد اللي النادي بقولي المشكلة دية لأن انت لازم أن تأهل الناس اللي معاك قاعد على الدكة لازم أن تأهلهم قدي إيه اللي هم ليهم دور كبير عشان لما تحتاجهم تلاقيهم ولكن انت قدرت الحمد لله قدرت وصلت للنهاية وقدرت وكان شكلك ما شاء الله الشوت الأولاني انت تقدر اللي انت تكسب أربعة وخمسة ولكن ما كانش معاك التوفيق مش معنى كده اللي احنا وحشين ولكن لقدر الله كنت اتغلبنا كنا هنطلع نشيد بالفرقة يعني براغب كده كنا هنطلع نشيد بالفرقة ونقول لا احنا عملنا اللي علينا بس التوفيق ما كانش معانا فانت شايف دلوقتي يا محمد ودخلت على موضوع الدوري ودخلت على المباريات مرة واحدة كده انت فاهم تلك بطولات شعور اه تك 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 على طول فالله يكون في عوني اللعيبة وعندك مباراة صعبة يوم الخميس فالنادي الاهلي معودنا كده يعني احنا متعودين على كده ونيجي بعد كده لما نيجي نخش بقى دورة عبطال أفريقيا ونكمل في أفريقيا ان شاء الله وناخد البطولة برضو والقصة برضو ونرجع لاتحاد الكرة تاني طب يا جماعة لازم ان ناخد فترة استثنائية اللعيبة بتاعتنا تريح اللعيبة بتاعتنا بتاخد فترات طويلة جدا من هنا الهين 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 وعشان جدت السنازي يقلل لعدد مباراة الجهر ده الطبيعي ده الطبيعي احنا عايزين بقى محمد نبدأ زي الناس ما بتبدأ مش هنفضل بقى معلش يعني بقى 12 شهر فيه لعب كرة بيلعب 12 شهر لا طبعا مش موجودة في الكرة دي مش موجودة في التاريخ طيب لو هتكلم على عفرط وبتتفرج على الجيل الحالي انت دائما كان مركزك مهاجم تاني أو وسط ملعب صح كده؟ بلعب ممكن بليميكر رأى تحت الفراودة وبلعب هاف رايت أو هاف ليفت طيب دلوقتي في الجيل الموجودة الحالي في تحركاته في جريته في انطلاقاته مين قريب من عفرطه؟ او انت لما بتتفرج بيفقرك ان انت كنت تتحرك كده او بتشوت كده او؟ فيه لعبة كتير كويسة او بحب اتفرج عليها بصراحة يعني بحب اتفرج على حسين الشحات اوي بحب اتفرج على قفشة جدا الحاجات بتاعت قفشة اللي هي الصغيرة رداب الباص والشرط باص والحاجات ديت بحب امام عشور جدا كوالتي مختلف جدا تماما بصراحة والنادي الاهل فاد امام عشور كتير اوي في الشخصية لو هنرجع برضك لموضوع الشخصية اكيد امام الموضوع عنده اضغير بقى امام دلوقتي تحس اللي هو راجل مسؤول راجل قادر يشيل فرقة راجل بيقدر اللي انت تعتمد عليه في اوقات صعبة فدي ترجع للنادي الاهل بصراحة ربنا احتفل ببطولة فافتكر هيحتفل كام يوم قالوا لا هي يليلة واحدة وقفل عندنا بطولة تانية قالوا لا جماعة لا تعودتش عليك كده ايوه صح صح دي حقيقة فعلا عندك لعبة مميزة جدا في النادي الاهلي انا بحب دايما لعبة الكورة يعني انا بحب لعبة الكورة يعني بحب طريقة لعبة حسين الشحات جدا حسين الشحات من اللعبة اللي انت عارف اللي هو هيروح كده وهيرقصك لجوة وانت برضك مش عارف تاخد منه الكورة نينجا اه لا حسين بصراحة ما شاء الله عليه من في الجيل الحالي يعني بيجري زي جالة عفرته في الملعب او تحركاته في الملعب لا هم احسن مني يعني هم احسن مني كلهم يعني فما ينفعش يعني كل واحد يعني طوصت التعيس تقولي ان كل واحد لستا ينم ليه بالزبط صعب انك تشوف لعب زي لعب اه يعني صعب اه يمكن انت دايما لعب الكورة بيميل دايما سبحانك يا رب بيميل دايما للعب الكورة قوي سواء بيلعب في نص الملعب بيلعب هواف بتميل للعب المهاري اه بتميل دايما للعب المهاري فانت عندك في النادي الهالة اكتر من واحد يعني انا بحب اتفرج عليهم بصراحة افشا افشا وحسين الشحات وامام عشور بصراحة وبحب مروان عطية جدا يعني مروان مش مهاري بس ربنا بديله ميزة يقدر شين نص الملعب الواحد بحبه عشان عنده شخصية طب انطلقت وسامة ابو علي لا ده في حتة تانية ده ما شاء الله الله هو اكبر يعني ما شاء الله ربنا احفظه على فكرة وسامة ابو علي من اكتر اللعب اللي بتجري في الملعب بتجري بتجري تبقى بجهود اه يعني وسامة ابو علي محدش بياخد باله من الدور بتاعه الا الناس اللي بتفهم كورة هم فاكرينه بس زعة الجنو وخلاص لا 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 وسامة ابو علي من الفراودة اللي هي ليها دور كبير جدا اللي الناس اللي وراه واللي تحتيه تحرز اهداف في التقلق بتاعه من التحركات بتاعته يعني انا من ساعة كابتن اعماد متعب وانا ما بشوفش فرود بياخد السردباج بتاعه ويفتح للناس اللي جاية من تحت عشان يروحوا بالكورة بوشهم ما شوفتهاش من كابتن اعماد متعب ووسامة ابو علي الفترة دي بصراحة فرود ظهر وتعلق في الدور المصري من بعد اعتزال متعب اللي حاليا مسببه علي قبل الضبط قبل الضبط وكمان تحركاته دايما اقول يا جماعة يعني الاهداف يجيب اهداف او ما يجيبش اهداف ده بيبقى توفيق اه محمد ولكن في دور تاني كبير جدا يعني انت هقولك على حاجة بطولة 2010 بتاعت المنتخب ما كان عماد متعب كان كابتن عماد متعب كاس الأمم اه كاس الأمم كان كابتن عماد متعب هو سبب رئيسي جدا اللي احنا ناخد البطولة ومع احرص هدف بس الراجل كان بيتحرك تحركات بس كان بيتحرك تحركات يعني شوف من يمتى من 2010 بكلمت في امتى 14 سنة 14 سنة كابتن عماد متعب اكتر واحد كان بيتحرك وياخد السر دي بكات معاه ويفتح للناس اللي جاء من تحت اكيد اكيد طيب احنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة عشان الوقت تجير معك بسرعة جدا ففرصة وانت معنا نستعرض المشاركات على سؤال الحلقة واحنا سألنا وقلنا في ظل ضغط مباراة الاهلي هل تتوقع اجراء تعديل على تشكيل الاهلي في مباراة زد تعال نشوف مع بعض يلا الناس توقعت وقالت ايه اول تعليق معايا مصطفى الهواري بيقول افشة وعبد الفتاح هيبقوا اساسي يوسف طبعا خالد الفتاح وافشة في نص الملعب طيب ده اول تعليق يوسف بيقول احتمال كبير يبقى فيه تعديل في اتنين لعيب على اقل طيب هو اللي قابلك على طول توقع مين حسام حسن بيقول اتوقع عمر كمال بك يمين وافشة وخالد الفتاح مكان يوسف ايه تمام يعني بتوقع تغيير في ثلاث مراكز عبدالعزيز حسن بيقول بالتأكيد هيكون فيه تغيير اربع لعيبة بنسبة كبيرة في حرصة المرمى والباكرايت والهجوم اوكي ناخد تعليقا معنا ناصر بيقول اتوقع تعديل بنسبة كبيرة ما بين لاعبين او تلاتة واتوقع ان شو بير يشارك في حرصة المرمى مكان محمد الشناو ده كوريدا فزيني ضغط المطشاط التعديل هيبقى ديه محمد شعبان بيقول من الطبيعي لازم يحصل تعديل عشان الاصابات ريدا سليم لازم ياخد وقت اطول شوية عشان يعرف يثبت نفسه وايضا عمر الساعي ده تعليق مهم جدا نتكلم على عمر الساعي وريدا سليم لو عايز تعلق في جملة اخيرة انا معايا بجد ريدا سليم من الناس اللي هي لازم ان تاخد دور اكبر من كده لان ريدا يمتاز بالسرعة والمهارة وعد ايه ريدا يعني من اول مباراة جيه النادي الاهلي شد انتباهي انا شخصيا بصراحة فريدا من الناس اللي هي لازم ان تاخد دور اكبر الفترة الجاية دي بياذن الله وانت اكيد محتاج تاخد دور اكبر بقى في شغل القطاعات النياشين ومشورك مدرد كبير بياذن الله حبيبي حبيبي محمد مصطفى انت نورتنا وشرفتنا والله حبيبي انا انت شرفت اللي انا متواجد معاك وبجد ببقى سعيد اللي انا موجود في القناة بتاعة النادي الاهلي وده بيتي فبشكرك وبجد دايما متعلق ودايما كده في نجاح حبيبي ربنا يخليك يا رب كان لقاء ممتع وجميل جدا مع عفرته لما تجيب سلة عفرته وتتكلم على الجيل العظيم اللي كان موجود وقتها هتفتكر كل الزكريات الجميلة بطولات وانجازات وحاجات جميلة داخل الملعب وخارج الملعب زي ما استعرضنا النهاردة معاكم في برنامج التريند بالمناسبة بكرة هيكون معانا فقرة الفار وانتوا عارفين فقرة الفار في برنامج التريند فيها كواليس وتفاصيل في ملف شائك احنا بدأنا الكلام عليه قبل ما كل اللي انتوا شايفينه موجود دلوقتي في مصرح الاحداث على حسن المتابعة والمشاهدة نتمنى نكون مفقنا في تقديم اخبار جديدة معلومات هامة جدا واكيد فقرة حوارية كانت معانج من نجوم الاهلي مصطفى عفرت شكرا لحضراتكم والى اللقاء